والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كأما الله هداك ما بتهتدي وكأما الله وفغك ما بتتوفق أشكذ العباد هم من عباد الرحمن وقد رحمهم الله تعالى وأنعم عليهم بهذه الصفات ويدخلهم جنته سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال بقية الآيات قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون ودي الصفة الأولى أنهم متواضعون ناس بتواضعوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون أنت أصل في الدنيا ذي ما تتكبر لأن ابن آدم لأن ابن آدم بدايته نطفة ونهايته جيفة كما قيل وبين النطفة والجيفة يحمل العذرة ما عنده أي شيء زول مرق الدنيا عريان وبمرق من الدنيا بيكفن ما عنده أي شيء كان قبل ما يدخل الدنيا في محل ضيقة في بطن الأم وبعد يمرق منها بدخلوا محل ضيقة إلا أن يوسح الله تعالى عليه ما عنده أي شيء ابن آدم ما عندكم ينفدوا وما عند الله باق وقال تعالى الله وَأَخَرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فإِدْ تَنِي هاي ما تتكبر كان بيجي تعلم أهل الأرض تمشي لها الله متواضع منكسر لله تعالى لأن الله لعلمك كان بيجي تقوى زول على وجه الأرض مات الجبر لأن قوم عاد لما قالوا من أشد منا قوة قوم هود قالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ كان بيجي تف أعلى المناصب ما تتكبر قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فما في سبب بخلي الزول تكبر ده من جهل الإنسان شكي قال وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ متواضع قال تعالى وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إنك لن تخرق الأرض وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه الصفة دي وغير من الصفات التي ذكرت في الآيات التي قبلها من سورة الإسراء الصفة البعدة قال وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا زُول جاهل يقوم اديك كلام بتاع جهل وكلام مستفز وكلام سيء إنت تصبر وتحتسب الأجر عند الله تعالى قال تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ تلقى ناس كتار جهل برّ الناس عندهم جهل غريب بدين الإسلام وهم ينتسبون إلى الإسلام زول يشوف فنان اسكت سايح ويمكن يحترموا ذاته يشوف زول يقلد فنان تلقاه اسكت سايح يقلد في الفنان هوك ويكذب زي ما بكذب الفنان اسكت سايح يشوف لعب كورة يمكن يحترموا يشوف زول بيقلد لعب الكورة ممكن كمان شنو اسكت سايح يشوف مصارع تلقى يتكيف يمكن يجي يحترموا ذاته ويسلم عليه ويعظموا يشوف زول بيقلد المصارع تلقاه ولا بيسألوا يشوف لي بعد شوية زول متابع الرسول عليه الصلاة والسلام طوالي ما بيقدر يسكت إلا يتكلم يقول لك اها الجماعة جوه الجماعة منه لك ابو ديقن ده الممن يجونا أصل بكم في مشكلة جاية يا زول دي قالوا يا انبياء قال لو اطيرنا بك وبمن معك انت قال لا سبب المشاكل والشوم قال طائركم عند الله بل انتم قوم تجهلون هذا انت كن جاهل ما عارفين البنفع منه ولا عارفين البضر منه ولا عارفين الخير وين ولا عارفين الشر وين والله الذي لا الى غيره يا غي دي الزولي طبك سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستقيم على دين الله بعد ذلك تصبر الله قال فاصبر على ما يقولون هو كونه يقول لك فاصبر على ما يقولون معناهم بقولوا هو كاما بقولوا ما قال لك فاصبر على ما يقولون لكنهم بقولوا بس اتشنو تصبروا بعد ذلك نبذك قال لك عام زي التس ولا تزعل كان زايل تقول له خلاس اتزل غنماية بس ولا تزعل كثير مش equity انت خلي غنماية ما مشكلة عامله ديقنك دي طويلة قل لي انت شنبك طويل ما بايشي ولا تزعل لا لا منظره ما ظريف شعرك ديت منظره ما ظريف ملولو كله انت ما بشي ولا تزعل ما والافضل كمان شنو مش قال لك عامزي التز قل لي اخ جزاك الله خير انا والله ات شخصتك ضعيفة الفنان الفلاني بعجبك لما انت قلده وده سيدك لانك بتقلده انا سيد الرسول ما لعيني عشان كذي ذا رتابعه صلى الله عليه وسلم عندك رأي فيه ما عندك رأي تسكت بس تخليه تلفت ولا كمان تمش تخليه بس قل لي جزاك الله خير ولا اسكت منه امش قالوا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة بس بعد ذا قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في ناس ببيت في الحفلات واحد مسكين والله الذي لا اله غيره لو كان الحفلات دي حلال العاقل ما يمش لها لو كان حلال لانه انت بتمش بتملى قلبك امراض زي تلقى مفلس يمشي يشوف له منظر ابليس يغشه اهه انت خلاص دي دي بس ياها صاحبتك ودي كدي وانت انفلس دي دارك روش ودار حاجات بشختوها وانت ما عندك حق العشة جاي الحفلة ذاتك جيعان ما عندك اي شي تبتبشي تتمرض في قلبك تدألم وصدق الله ومن اعرض عن ذكره فان له معيشة ضنكة الى اخر الآيات اشاكي انت في ناس ببيت في حفلات في ناس ببيت في افلام في ناس ببيت في اندية في ناس ببيت في كشتين في ناس في ضمن في ناس ببيت شغالين في الفيسبوك والواتساب وغيره انت بتبيت عابد لله تعالى زول الليل كله او جزء كثير من الليل تلقاه شنو جزء كثير من الليل تلقي صلي لله تعالى قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجة تتجافى دي كأنه بين المضايح في جفا هسيت بينك وبين فلان في جفا مش بزيخ منه علق لك أن قربت بتقرب بسيط ده قال لك الناس دي قال لك عنهم الرب العز والجلال تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليه يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ذول الليل شغال ساجد وقائم ليه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي ده باقي لك الله ما برحمه برحمه عشان كين تشنو تقوم تصلي بالليل القحطان رحمه الله قال قال قم في الدجا بالليل يعني ماذا عديه نوم زي قال قم في الدجا واتلوا الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان يا حب ذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان شكذ قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بعد ذا قال والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والمغرم ضد المغنم زول انتصر عنده غنائم مرات هزم عليهم غارم والزول الزول العليه دين يسموه غارم أحيانا في الفقه ومن أنواع المحبة الغرام لأنه يلازم العبد ويجعله كأنه كأنه موثوق وكأنه أسير وكأنه عليه شيء ديل قال لك جهنم لأنه بتلازم ناس يوم القيامة معاهم طوالي هن معا وجولها الله قال والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم لأنه الله البصرفة اتبراك ما بتصرف النار في ناس يوم القيامة أعمال سيئة بيجيبوا لون النار دانين يصرفوا بيوشون وبيدون الله قال أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تعملون أو تكسبون فعشان كذي الله البصرف عنك النار وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وقال تعالى فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة ما قال فمن تزحزح هو لقال فمن زحزح زحزحه ذاته زحزحه الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإن تدعى الله تكون في الدنيا دي فار من جهنم بس أي شيء ودي لجهنم تزح منه تزح منه شهوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات الشهوات دي وراء النار تخش في الشهوات بتخش بعد شنو في النار الدليل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غيا خسرانا كما قال ابن عباس وغيا وادي في جهنم كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما بعيد القعر خبيث الطعم ده الزول بضيع الصلاة ويتبع الشهوات بعد قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بعض المفسرين قال لم يسرفوا ولم يقتروا يعني ما كتروا في الإنفاق لما نحتاجوا ولا كمان بخلوا قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصد إلى آخره وبعض العلماء قال الإسراف الإنفاق في معصية الله وأما الإنفاق في طاعة الله فلو أنفق جميع ماله فلا يعد هذا إسرافا واستدل بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله أتى أبو بكر بجميع ماله بعد ذكر صفات خطيرة جدا ودي أعظم من الصفات الفاتد ذي كلها قالوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قال السعدي أثاما فسرتها الآية التي بعدها يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب والمصيب أسي ما دارين يتوبه زول تلقى كاتل وفي السجن تلقاه يلعب في الكشتين والضمن متكيف وجوه الجماعة قال لها زول إت الله يا أخي ابتلة قول لك هاي ابتلة لكن أنا ارتحت غايته كتلت ارتحت منه ما ندمان ذاته إقع في الزنا في المعاصي امشي غشبنات الناس بعد ذاك يجي يتونس هنا يا زول وهمس بالليل وفلان اتصلت بها فرحان تلقاه ما دار يتوب ذاته الأخطر من كذي الأولى ادعو غير الله وما يتوب وما يرضى يقول له دا غلط أخير دا لك الكتل بيقول هاي غلط الزنا هاي غلط دعاء غير الله كيف لك أخ ما في أشياء مولانا ناس بيحبوا الأولياء بيحبوا الأولياء يقول له يا ماعة واحد يسيب دين بره خلوا ساي ولك يا أخ ما له ماله يا أخ كل شاتا معلق من عصبته وكل شوكا بيدريبة بعد شوية يقول الكباشي ما بينفع البرعي شوف ما نبز الكباشي ما بينفع البرعي ما بينفع المكاشفي ما بينفع أحمد التجاني ما بينفع الركيني ما بينفع داك بتاع الطردو داكز منو اللمين ما بينفع منو ما بينفع ما عندون شي قال تعالى ليس لك من الأمر شي دي قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام دي ما عندون شي ولك ما عندون شي اي اتا زول وهابي مجرم تقولنا هذا الله براه يقولك اتا كعب وهابي تقولنا هذا البرعي والمكاشفي اتا زول ظريف تمام هس دي الفهمين شي دا أحوص في العقيدة ما شايف والله دا اسمه مسخ في العقيدة وفي دين الله تعالى دا الله قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الله قال عن يوسف عليه السلام قال لهن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القهار أخيرا نادي واحد في آخر الغريب واحد في آخر الشرق واحد في الشمال واحد في الجنوب ولا نادي الله سبحانه وتعالى دا المتفرقين ذاته يا أخ قريب الله ولا قريب دا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وما يرضى ولكن يا مغلان الزل مات بس مات خلاص اتدقست مات آي الله قاله وتوكل على الحي الذي لا يموت ديهن وديهن ما خلاص مات دا معناه تاني مات ناديه وانت ما تشيلوا في عنقريب تكفنوا تغسلوا توشيلوا في عنقريب تودي المقابر ما قادر يتحركوا أربع نفار يدخلوا جوه وديهن لحد ودفنوا يمشوا خطوات يعتروا ينادوا الأربعة وقبل هنا الشالوه تاني يدارينوا يشيلوا مالوا ذاته الناس يفشونوا ذاته يا ناس ما كذي زي ما قال ابن عثيمين رحمه الله قال فكر قليلا قال هذا ميت تدفنوا كيف تناديه اتا تدفنته واتا الخطيته تمشي تقول لا ألحقني ومرات الواحد يكون صحة تسمحه يقول لا ألحقني ومات دا كان حي واتا وقعت بصحة دا ما يقدر يرفعك كان حي جم ما قدر لنفار تاني يرفعك خليت فارقت الدنيا ذاته يا ناس الناس تفكر بحقلة الله ما ألفت العنظار فقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ويقول لك ليس لك من الأمر شيء هون يقولوا لا الشيخ بدي الجنة زي ما البرعي قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس أتفل كم أدى الطفل كباشي والله يقول في القرآن ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن مش خلق فلان أو علان هو الخلق وقال تعالى أي شركون ما لا يخلق شيئا سمعنا قراءة الإمام وهو يقرأ آيات من أواخر سورة الأعرف أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ما أقول يا أخي الله يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون والله أنا الآيات دي بتقطع قلبي جوة لأنه الله الخلقك كلام الصدق ما في وزرة كذب برضو في ناز يقولوا نشهد أن لا إله إلا الله والله ما مصدقين الله والدليل على أنه ما مصدقين الله ما بقول لك الله كلام ما صدق لكن جوة مصدق لأنه الله ما ممكن يقول لك نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون دي ما للأصنام الأصنام بتعمل الشدة أفرأيتم ما تمنون تمنون دي للبشر ولا للأصنام دي للبشر أفرأيتم ما تمنون أنت يا بشر أفرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون ما كلام واضح وسؤال واضح بعد يقول لك لا 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 ده بدي اخر زي ما في كتاب الطبقات طبقات والضيف الله قال عووضة الدلو مرة عجوز عقيم الداجنة بس جابت لفطير ودجاجة بس الداجنة طوالي فطير بس يعني ان جابت لك كيلو باسة واربع صواني من ده امكي كانت ده دستا بتاع الجينيات فطير بس قال لا ارقو دي في العنقريب ده عنقريب بس في الشارع في تحتراكو قال لا ارقو دي فيو اتي وزوجك طوالي بتلدي عنقريب تقول شاحن بتاع موبايل رقضت فيو وقال ولد الطوالي ده دين يا ناس يدان لله يتعالى بي مش الجنة بس النازل يقول لك البراء قال في كتاب الدوان الناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل كان جاءت مصيبة في البلد نازل اسماعيل وناس جريت الدار افشل الجرائد السودانية عديمي عديموا المواضيع نازل ما عندهم موضوع مواضيع فاشلة جابوا كلام عن اسماعيل ما عندهم اي موضوع كلها استضام سيارة بدجاجة السيارة تتضرر والدجاجة ما زالت على قيد الحياة جايبين العربية مطفوجة بي جمع والجدادة ما يجابوا ما عارف هالديك ساقة بي ركشة وده البيت ولا وده وينما بعد جايبين جدادة يا ناس وعربية طقشة الجدادة والجدادة والعربية مطفوجة جايبين دي جدادة ولا حديد دي جدادة آلية ولا شنو يقول له لقبتة ساي واختفاء حمارين فيهم درمان دي عناوين كبيرة اختفاء حمارين فيهم درمان يسبب رعب لأهل يوم درمان قال رعب اختفاء حمارين قال لأنه في ناس بيضباحون يعني واطول كلب في العالم جايبينه قالوا له اربع سنة جايبين الكلب واقف جنب الماسورة وفعلا بشبهة الكلب قالوا واقف جنب الماسورة واسود وسولوا ايدميلات في السنة الخامسة ومات طوالي الحمد لله الله كتروا حتى يقول لهم موضوع تاني والله يستر ما يسوله قبل كلب ده ده بيجنب بعد شوية جايبين قرد يقود صاحبه الى المحكمة كلام فارغ ساي مناسبة الكلام ده باسماعيل الولي جايبين في شهر ذي القاعدة السنة الفاتت السنة الفاتت ولا القبلية الف واربعمائة ستة وتلاتين اجلية او الف واربعمائة سبعة وتلاتين اجلية انا طولت من ما قريت قال قال في يوم تلاتة من شهر ذي القاعدة دي انا مذكرة وضابطة قال قال جابوا شيخ اسمه الرضي الشيخ الرضي ده قال نحن بعد ذا ما بنسكت كصوفية ليه الرضي ما بتسكت قال الناس دي الحرقوا جبة الشيخ بزيد واحد من مشايخهم قال اسمه بزيد مشايخة صوفية قال حرقوا جبة الشيخ بزيد وحرقوا قبلية مش مش حرقوا جبة الشيخ بزيد حفروها حفروها جربوا للقبر بالليل والناس ما عارفها الصباح حربوا قال وحرقوا جبة الشيخ دريس وقال ضبحوا الغفير كاتب الخفيرهم قال الغفير أو الخفير بتاع إسماعيل الولي وده مناسبة الكلام ديك خليها الجباب دي الحرقوها والشيوخ جوها ما قدروا يسووا أي شيء وحرقوها والشيوخ ما قدروا يسووا أي شيء والصوفية ذاته سألوا الشيخة بتاع عنجر التدار قالوا يا شيخة قال يا شيخة الرضي إت فيه يعني فيه ظنك بتتهمه منه إتو يعني كجماعة بتتهمه بالحريقة بالأشياء والحفر والحريق قال إن كان لابد بنتهم داعش قلت الحمد لله مرقنا بره قال بنتهم داعش براه ونحن بره من داعش ونبره إلى الله منهم ومن هؤلاء ومن هؤلاء في النهاية من داعش ومن الصوفية كله أزوله قال إسماعيل طبع حليه والغفير بتاعه وده البرع قال لك الناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله شنو إسماعيل والغفير البحرس للقبة ضبحوه وإسماعيل ما حماوه وحميك إت في آخر الدنيا تناديو كذيت براحة حرق عقلك ويقول لك قمك نزاور الأولياء الأقطاب ليه هم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وليه أسي ما عرفوا العمل الكلام ده في القبة منهم هن ذاتهم ما عرف وقال منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر فده كله شركة يا ناس أولا عكتب قصوفي والله أنا بدأل أسي قبل قلت ليه واحد لابس بدلة اشتراكية لابس نظيف وظريف حاجة جميلة جدا بعد شوية لقيت وشايل سبحة قلت ليه اخطافي جمالك يا أخا اللابسة دي خاربة ما اتا زر راق اجابك للناس زي شنو زولي البس مرقع قماش اشتري جديد ارقعه ده فهم شنو جديدة ترقعه كان ان شرطت من شرطت قل له هواساي شايل ليه بريك تقول هو لوري بتاع هوستين ولا كده اتا اللي بريك ده شايل وما اتا مسافر ما شمالك اتا شايل ليه بريك بي جنب ومرات حفيان ومرات ايه كلها هواساي يا ناس صوفية دل دراويش رسول ما دا القنوبة واتحداهم يجيبوا الرسول دا القنوبة ولك استقبله في المدينة اتا مستقبل منه حقصة ضعيفة بتاعت الاستقبال زكروا الله ولا ما زكروا زكروا الله زكروا بي نوبة لا لما زكروا طيب انتا بقاعد تذكر بالنوبة مش بتستقبل دي بدح سائمة عندها دليل كلها هواس ويفتحوا ليه وانا الغنوات دراويش ما رقوا من البلاوي بتاع الساحات بتاعت النوبات فتحوا ليه وانا الغناء تلقموا التفم في الغناء واتفضل يا فضيلة الشيخ دا فضيلة الشيخ وبقل لك الشيخ بيخلق والشيخ بانفع والشيخ بيضر والشيخ بيحي الموتى زي ما في كتاب الطبقات لمحمد وضيف الله قال في الفصل الثاني لحسن واتحسونة الفصل الثاني في احيائه الموتى في كتابة تجانية كتابة الفتحة الرباني فيما احتاج اليه المريد التجاني قال صفحة تزعتاشر وقوله الواحدة من صلاة الفاتح تعدل القرآن ستة آلاف ختمة صلاة الفاتح كلام بشر اعدل كلام الله الحرف فيه بعشر حسنات اعدل كلام الله ستة آلاف ختمة واحد جاب لي شبهة بليدة خلاصة قال لي ما هو دا بكون قراوه وهو جنوب عشان جنوب عشان كذي داك بيعدلو واتلوه القرآن جنوب بازول بقراوه بقراوه بعدين هو زول جنوب امسك من الفاتحة الناس ما اختزل ازي اندار تقرأ من الفاتحة الى الناس تقرأ في كم ساعة ما بتمر بيك صلاة ما اختزل وتختم ستة آلاف ختمة ويتا جنوب ات مالك الجنوب دا عاجباك في شنو بلا وزاي شبه واهية يجيب لك شبه ذات ويتا قدر ما تحق راسك دا وتفكر بعيد تجيب زاوية قائمة تجيب منفرجة تلفاتان الدورة برضو ما بتجي معاك كل كلام فاضسة يا ناس الصوفية والله ما عندهم علاقة بالإسلام ولا بدين الله تعالى ولا بدين نبيه صلى الله عليه وسلم وانا هم نقول اي صوفي كافر ما هم نقول كذي لكن الكلام دا كفر اياك تبقى صوفي الرسول ما صوفي صلى الله عليه وسلم كذبوا عليه قالوا طيب دار الصوفي طلعوا صوفي أنا تطلع الرسول صوفي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما صوفية ولا بعرفوا التصوف الباطل ذا الليلة من شروء اهل الصوفية اهل التصوف ينشرون الشرك بالله تعالى وتعظيم الاموات واللجوء الى الاموات والاستغاثة بالاموات والاستغاثة بالغائبين هذا كله يخالف ويناف ويصادم شرع الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع مصادمته ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهؤلاء الناس لننشر دين الله بينهم فيرفعنا الله إذا قبلنا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض فما تدعو غير الله ما تلجأ لغير الله ما تستعين بغير الله تجعل عقيد تكفي الله صحيحة والذين لا يدعون مع الله لان آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة باقي الصفات دي واضحة قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات تقعد مع نفسك تتوب صوفي تفك الصوفية بايعت الشيخ ترجع لبيعت طوالي ما رجع وصل لبيتك تك ولا موتر رجع عليه طوالي قل لي شيل بيعتك أنا ما معك ما ولا تمش له ذاته براك بس تفسخ أسي بينيتك بس فسختها ما عندك معه بيعة بايعت شنو بايعتك وليا لي في مجموعة الأوراد الكبير للختمية بايعتك بايعت الشيخ أو الخليفة محمد المرغني أو الشيخ السيدي محمد المرغني وليا لي في الدنيا والآخرة ولي في الدنيا والآخرة كل باطل كلام والله المرغني وغيره يوم القيامة ما عنده لك شيء والدليل قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بالبيد ساي بكوركوليك السيزعاج ساي تل 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 شفت يوم القيامة قال يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا كلام طويل جدا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب والذين لا يشهدون الزور بكل أنواع الزور كذب شهادة الزور أعياذ أهل الكفر إلى آخره أعياذ النصارى اليهود غيره من الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يتدنسون بهذا اللغو ولا يجالسون أهل اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ما قال بوكما وإنما قال صما وعميانا يعني لما نسمعوا الآيات ما أبقى في الوضنين وعيون ووضنين قلوب آذان قلوبهم وآذان وأعين قلوبهم وإنما لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك قال واجعلنا للمتقين إماما تكون قدام طوالي مش حب الرئاسة ما يكونوا ناس وراك التذاير ناس يعظموك وفضيلة الشيخ لا وإنما إمام في التقوى في تقوى الله تعالى تقول دام بس طوالي أي مسجد تخش تتكلم في شيخ دكتور بروفسير رئيس لجنة رئيس هيئة أي شيء تقف طوالي تتكلم واجعلنا للمتقين إماما إماما بكل معاني الإمامة الصحيحة قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا لزاما أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته الأولى أي يجعلنا متصفين بهذه الصفات وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا وأن يتغمدنا برحمته وأن يتجاوز عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا على حزن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ترجمة نانسي قنقر